في المحميات ثعلب بلانفورد يقوم مركز الحفية لصون البيئة الجبلية بمدينة كلباء بالعديد من المهام الرامية للحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي عبر تأهيل الحيوانات الأصيلة التي تنتمي إلى المنطقة الشرقية ويوفر المركز بيئة مثالية وطبيعية للحيوانات التي يضمها ويعد المركز أحد أهم المتنفسات الطبيعية للزوار والسياح تقرب البيئة المحيطة بمناظره الطبيعية الزائرة إلى الحياة البرية في الجبال وتلقي الضوء على المزيد من ثقافة المنطقة وإبداعاتها وتتنوع الحيوانات في المركز فمنها البرية والثديات والطيور والزواحف والكائنات الليلية وفي داخله يعيش ثعلب بلانفورد الذي يتميز ببعض العادات الشبيهة بعادات الهيران كتسلق الأشجار للهروب من أي خطر ويشابه في شكله بعض السنوريات الصغيرة ويشكل الإنسان خطراً أساسياً على حياة ثعلب بلانفورد الذي يعد من الحيوانات التي يسهل القبض عليها لأنها لا تظهر خوفاً من الإنسان ويعيش هذا النوع من الثعالب في الجبال التي تعد البيئة الطبيعية له ويعد من الحيوانات الغامضة حيث لا يعرف إلا القليل حول بيئته الاجتماعية ويرتبط الزوجين من هذا النوع من الحيوانات مدى الحياة ويؤسسان مملكة بحدود مفتوحة يحمل ثعلب بلانفورد العديد من الأسماء منها الثعلب الكلبي والثعلب الوقور والثعلب السهوب والثعلب الأفغاني ويتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وينتشر في بلاد الشام حتى أفغانستان مروراً بباكستان كما أن لهذه الثعلب مواطن أوسع من المواطن المعروفة ومنها إلتريا والسودان ومصر واليمن ترد أنثى فعلب بلانفورد ما بين شهرين فبراير وإبريل وتعرف هذه الثعلب بخفة الحركة وبالقدرة على تسلق المنحدرات الشديدة ويتشابه الذكر والأنثى في الشكل حيث يكون الخطم نحيلاً لونه أسود أو بني أو رمادي وعلى الظهر توجد خطوط سوداء أما الجانب السفلي فيكون أصفر اللون وطرف الذيل قاتماً في العادة وأحياناً يكون أبيض اللون وتختلف قوائم الذكور الأمامية وأجسامها وتتميز بأنها أكبر حجماً من قوائم الإناث بنسبة 3 إلى 6% يتراوح طول الثعلب بلانفورد ما بين 26 إلى 28 سنتيمتراً وعرضه ما بين 70 إلى 75 سنتيمتراً ويزن حجمه ما بين فاصل 9 إلى كيلو ونصف الكيلو جرام وتحتاج أنثاه إلى فترة تتراوح ما بين 50 إلى 55 يوماً لوضع حملها لتلد ما بين 2 إلى 4 من الصغار في الولادة الواحدة وترضع صغارها ما بين 30 و 45 يوماً وتولد الصغار غير مكتملة جزئياً في جحر معزول ومحصن حيث تنمو تحت رعاية الأم وتعتمد عليها حتى تصبح قادرة على إيجاد طعامها بنفسها ويساعد الذكر أنثاه على تربية الصغار التي تعيش في الأحوال الطبيعية ما بين 8 إلى 10 سنوات وفي الجبال يفضل هذا الثعلب البقاء حتى علو 2000 متر لكن أهم المظاهر التي تتواجد في مسكنه هي ضفاف الجداول الجافة لما توفره أحجارها الكبيرة من جحور تؤمن تربية صغارها خلال موسم الولادة يستطيع الثعلب بلانفورد الرشيق أن يقفز بشكل عمودي إلى ارتفاع ثلاثة أمتار ويجيد تسلق السطوح الجبلية الخشنة ويساعده ذيله الكثيف على التوازن وتمكنه مخالبه الحادة والمقوسة وأسفل قدمه الخالي من الشعر على التشبث والثبات فوق السطوح الزلقة وينشط في كل ساعات الليلة ويتغذى على الفديات الصغيرة والطيور والحشرات والفاكهة مثل التمر وثمار السدر في موسمها ويفضل الاستياد بمفرده وحتى الأزواج منه تميل على البحث كل منهما منفردا عن الطعام ولا يحتاج إلى الشرب غالبا ويعتمد على العصارات التي يحصل عليها من طعامه ويحفل تاريخ العرب بالكثير من الحكايات التي دخل ضمن أبطالها الثعلب خاصة فيما يخص المكرى والدهاء والتحايل من أجل الحصول على الطرائد أو الغذاء للصغار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر